الليه طبعا حنتكلم عن تطبيق بدون وحدة والتطبيق ده طبعا بعدل لك من اداء الجهاز ومن غير ما انك تعمل يعادة تشغيل وهو جميل يعني مستحق النزول يجري بالتطبيق ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب بكم ومرحب بالناس الجداد المشتركين معنا في الغناء ومرحب طبعا تاني بالناس القدامة المعانا الليلة جيتك بتطبيق بعدل في اداء الجهاز لكن ما بيحتاج منك انك تسبت وحدة في المجلس من يجر ده الاصدار الاول لو حاب تجرب الاصدار التاني الاصدار التاني هو عبارة عن وحدة ومع تطبيق لكن احنا اول حاج الليلة هنجرب التطبيق من غير وحدة واشوف الاداء بتاعه كيف وبعد كده اكتبوا ليه في التعليقات بعد ممكن نعمل حلقة تانية عن التطبيق المعاه الوحدة ونشوف الاداء بتاعه عامل كيف مشان الفكرة تكون وضحة يا جمعة التطبيق بتاعي الليلة طبعا ظاهر عندي هنا في الشاشة اللي هو زيتا تويكس زيتا تويكس اللي هو حرفة زيتا الظاهر عندك ده في الشاشة ده تمام كويس التطبيق ده انت هتسبته في الجهاز بعد ما تقوم تسبده هتفتح معاك عادي بالطريقة العادية هيفتح معاك كده طبعا هنصهر لك رسالة انه مطلوب صلاحيات الروت لانه نصلا هو بيشتغل بالروت هتجيك الواجهة دي هتجيك كل حاجة فوق هنا الرام بتاعتك الفري والمستخدمة هتجيك هنا عندك اربعة اوضعه وضع البطارية وضع البلانس اللي هو المتساوي وضع البريفورمانس اللي هو الاداء الاعلى حبة ووضع اللي هو اكستريم الاكستريم ده اللي هو وضع العالي جدا الفائق اللي هو بتستخدم انت في اللعب انك اربعة وضعه طبعا عشان تفعل اي وضع بيقلك يعني تسحب تسحب لاحظت اتجاه السهم تسحب للاتجاه ده معاك كده تفاعلت حيديك بعد كده اللي هو تم التفعيل حيديك السهم حيقبل بجنبه الثاني يسا هنشوف الكلامنا بيحصل كيف اذا ان عندكم اربعة اوضع وكده قوموا فاعل وضع ما بحتاجين انه عمل اعادة بتاع تشغيل ما بتحتاج بس تسحب وبعد كده بتفاعل معاك واشتغل معاك عادي نجرب حقوموا اشغل وضع البطارية لاحظ معايدة السهم بتاعي حقوم اسحبه لاحظ الساحب بتاعي تمام قامت داني صاح كويس لاحظ معاي بعد شوية قالي شنو سلايد تو ديس ايبول يعني انت وكد تسحب بالجنبه ترجع السهم حيعمل معاك شنو يلغاء التشغيل هس يقول هو مفاعل معاي تمام السهم وكده يكون متجه ناحية اليمين كده معا شنو لسه متفاعل وكده يكون متجه ناحية اليسار معا شنو الوضع يتفاعل يعني نسينا عندي وضع البطارية مفاعل وضع البلانس هنا شنو ما مفاعل انك تعملي على تشغيل بس سحبتها بعد شوية طوال شنو الأداء بتغير معاك كويس المطلوب هنا من شنو طبعا هو بعدل في الأداء بتاع الجهاز لكن التطبيق ده ما برفع عليك المعالج لأقصى درجة معينة زي الوحدات الحرارية يعني انت محتاجي سبت معاك وحدة حرارية حشان يشتغل معاك فل الوحدات الحرارية طبعا بترفع من شنو من حرارة الجهاز بتخلي المعالج يشتغل بكل طاقته تمام للناس اللي بيحبوا شنو يشتغلوا اللعاب طبعا بكفاءة عالية ما بيركزوا مع موضوع البطارية الناس اللي بيحبوا الأداء فقط ما بيركزوا مع البطارية ده بنزل الوحدات الحرارية زي الوحدة نزلناها في الحلقة الفاتب بتاع شنو اللي هي السيرمنر بعد كده تمحتاج وحدة تانية اللي هي وحدة الفريمات طبعا وحدة الفريمات لأنه تطبيق ده ما بيفتح فريمات تطبيق ده بس بزيد الأداء هتنزل الوحدة بتاعت الفريمات عشان يشتغل معك يعني عادي تممكن بعد كده تنزل وحدة بتاعت تبريد الحراري او وحدة الفريمات وتنزل مع التطبيق ده وبعد كده تشتغل تمام فيها مانتين لها من عندك اي مشكلة لان هو اشنو قلنا التطبيق ده بعدل في الاداء فقط وليس برفع على ربط المعالج ولا بيفتحها الفريمات الفريمات دي تنزل وحدة هذا الفريمات في الجهاز عندك عادي لكن التطبيق ده بس بغير من الأداء بتاع الجهاز وعرفنا إنه أنا عندي أربعة أوضاع. وضع البطارية والوضع البلانس المتوازن والوضع الثالث اللي هو رفع الأداء والرابع رفع الأداء إلى أقصى حد اللي هو بتاع الألعاب الوحدة وقت قبال ما نطلع منا الرام هنا بيديك المستقدم وبيديك الفري. لاحظ معي هنا عندك دائرتين حمرات. دائرتين باللون الأحمر وحدة في بحش والتاني في حرف الزيد. حرف الزيد ده وكي تضغط عليه بيعمل تفضية للرام بيعمل شنو تفضي للرام اللي هو مآخذ الجهاز. يعني كل ما دغط على بيحاول يفضي مساحة من الرام يعني عاملة زي التطبيق بيديع تنضيف الرام. أيوة فوق عندك هنا في الضبط مثلا شنو start on put يعني شنو الكلام ده. يعني أنت وكي تفتح الجهاز التطبيق طوالي بيشتغل معك مباشرة كده إحنا شرحنا تطبيق. في حاجة دارة وضحها وكي تقوم تسبت الملف طبعا الملف ما حيثبت معك طوالي لأنه هو ملف مضغوط. هو اي بي كي ومضغوط. طبعا هندي هلوان عندي زيتا ون وزيتا تو. ده أقول نحن نتكلم عنه بعدين ده بتاع الوحدة. لكن زيتا ون ده أول حاجة وكي تضغط عليه حيديك طوالي شنو زيتا ون اللي هو واحد بوين صفر ده النسقة الأولى طبعا عندي نسقة تانية حنشرحها بعدين. حيديك هنا فك الضغط. تضغط على فك الضغط. كويس. بعد كده بديك استخراج. كويس. او تخطي طبعا نطلحتها. تعمل ضغط. تعملي عادة بعد التثبيت. تسبيت طوالي من غير اي مشاكل. يعني هنا الملف بديك شنو بيجيك مضغوط يعني. ما بيجيك مفتوح طوالي. حتطر انك تفتحه اول حاجة وبعد كده تسبيت الوحدة عادة من غير اي مشاكل. كده أنا شرحت التطبيق لو في اي تعليقات او في اي حاجة اكتب لي في التعليقات. وحاجة كلامي تاني. التطبيق ده بيحتاج صلاحيات الضرط فقط. ما فوق وحدة. بيغير من اداء الجهاز. لكن لا بيرفع المعالج الى اقصى حت. زي الوحدات الحرارية. او التبريد الحراري قلنا بترفع حرارة الجهاز. ولا بيفتح الفريمات. بتضر انك تسبت وحدة الفريمات. ولو تستخدم الوحدات الحرارية. قلنا وحدات الحرارية دي جماعة زي السيرمينل الوحدة دي بترفع حرارة الجهاز. لكن بترفع الاداء بتاعه. يعني بتخلي المعالج اشتغل الى اقصى حد. تمام. اذا ان التطبيق ده بغير من الاداء فقط. الاداء بتاع الجهاز. لكن ما عنده شغلة بالموضوع انك المعالج يعدل في المعالج ولا يعدل في الكرم والكلام ده كل ما عنده. بعد ما سبق التطبيق ده لو عندك وحدة بتاعة معالج حراري او التبريض الحراري نزلها لو عندك وحدة بتاعة فيريمات نزلها معي طوال عادي واشتغل بالتطبيق ده وممكن تغير من وضعه الى اخر دون اعادة عمليات التشغيل قولنا بعد كده في الحلقة الجاية بعد الناس يجربوا ويرون التعليقاتهم حول ليك النسخة التانية لو حابين ممكن تتكمل في التعليقات الوحدة التانية او الاصدار التاني من التطبيق فوقه وحدة بتاعة مجلس ميريجر كلامي ونقول بعد كده مع السلامة وما تنسوا الاشتراك في الغناء واللايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته